اندلعت الحرائق وسارع الدفاع المدني لإخمادها وحضرت سيارات الإصعاف قد يبدو مشهدا حقيقيا ولكن حقيقة الأمر أنهم متدربون جدد انضموا لفريق الدفاع المدني في مدينة الباب شمال شرق حلب ينفذون ما تعلموه خلال دورة أقامتها إدارة الدفاع واستمرت لأسابيع تدرب نحو عشرين متطوعا خلالها على السرعة في التعامل مع الكوارث الطبيعية التي تحدث من حولهم نحن في عنا خطة تدريب في مدينة الدفاع المدني بالإدارة العامة بحيث يخضع العناصر المتطوعة في الدفاع المدني لدورات متوسطة تشمل الدورات المتوسطة التدريب على الإطفاء بكافة أنواعه والبحث والإنقاذ والإسعاف الأولي بالإضافة العتاد الموجود ضمن الكادر حتى يتقنوا يعطي الأعمال الكاملة والدقيقة في كل تفاصيله قام المتطوعون بإخماد حريق دلع بسيارات مدنية وتدربوا على إنقاذ العالقين من تحت أنقاذ المنازل نفذوا تدريباتهم على معدات حديثة يملكها الدفاع المدني كالوسادات الهوائية ومناشر الحجر وتعاطوا بشكل جدي مع إعلان مدربهم عن وجود طيران سينفذ في منطقة تواجدهم خضعنا لدورة متوسطة بإسم الشهيد وليد بريتاوي كان التدريب فيها على النظر والعمل من إصعاف وإطفاء وإنقاذ كان هدف الدورة هي رفع المستوى التدريبي ورفع الخبرات في اختتام العرض الذي قدموه تم تكريم المتدربين وسيتم رفض الكوادر العاملة في المدينة بهم ليكونوا جنودا جدد في منظومة كانت صاحبة الأياد البيضاء بإنقاذ آلاف السوريين شباب الدفاع المدني تلقوا تعليماتهم بإخماد الحرائق والتعامل مع جميع الكوارث حصلوا على شهادتهم من الدفاع المدني شمالية حلب خالد أبو المجد أوريانت نيوز مدينة الباب ريف حلب الشرقي شكرا للمشاهدة